حمل رئيس مجلس الدوم روسي فياتسلاف فولدين القيادتين الأوكرانية والأمريكية مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في دومباس وقتل العشرات منهم وقال فولدين أن الرئيس الأوكراني فلادنير زيلنسكي وواشنطن يقفان وراء الهجوم الصاروخية على مركز الاحتجاز في يولنفيكا والذي نصد بهدف واحد فقط هو منع تنظيم محاكمة عناصر كتيبة أزوف الأسرى حيث سيدل بشهادتهم أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 في منطقة كيرفاي روج و13 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة فضلا عن تدمير مدفعي هاوثر أمريكي الصنع وأضف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بطارية راجمات صواريخ من طراز أرجان وست بطاريات من راجمات صواريخ جاد فضلا عن إصابة رادارات أمريكية الصنع في دونسيك وخيريسون إلى جانب استهداف عدد من مراكز انتشار الوحدات العسكرية الأوكرانية أعلنت السلطة الأوكرانية أن قصفا روسيا أصب عددا من البلدات الأوكرانية ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل في ميكولايف وتدمير مدرسة في خاركييف وأعلن حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم مقتل مدني وجرح ستة أخرين في قصف لمنطقة سكنية ألحق بها أضرار بعدد من المباني بينما قال حاكم منطقة خاركييف أوليج سينجوبوف أنه تم إطلاق خمسة صواريخ S300 على الأقل على مدينة خاركييف ما أدى إلى اشتعال النيران بإحدى المدارس أما في دونسك فقد أعلن حاكم المنطقة بافلو كيرلينينكوك تعرض محطة الحافلات والمباني القريبة لأضرار بالغة جراء هجمات روسية أعلنت المخابرات البريطانية عن توقعتها بقيام القوات الروسية ببناء جسرين عائمين ونظام عبرات بالقرب من منطقة خيرسون الأوكرانية وأوضحت المخابرات البريطانية أن الهدف من الجسور الجديدة الهدف منها تعويض الجسور الثابتة التي تضررت في أضربات الأوكرانية الأخيرة وذلك من أجل تسهيل مهمة عبور القوات الروسية صدق الرئيس البولندي أندريا دودا على معاهدات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي النيتو وأوضح المساعد الرئيسي أن عملية التصديق جاءت بعدما أقر مجلس النواب التشريع في السابع من يوليو ألغاري كما تمت الموافقة على مشاريع القوانين من قبل مجلس الشيوخ في العشرين من يوليو ألغاري وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية النيتو في منتصف مايو الماضي وأصبح لديهما وضع الدول المدعوة ويمكنهما المشاركة في اجتماعات النيتو لكن ليس لديهما حقوق التصويت موسيقى موسيقى اتفق وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبة ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين على تعزيز دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا حيث ناقش الوزيران القطوات العملية التالية التي تمكن أوكرانيا من الحكم على التدخل الروسي بالفشل وفي تغريدة كتبها وزير الخارجية الأوكرانية على موقع تويتر قال إن بلينكين أبلغه بنتائج محدثاته مع نظيره روسي سيرجاي لابروف التي تترقت للعديد من القضايا الهمة قال الجيش البريطاني إن السلطات التي نصبتها روسيا في الأراضي الأوكرانية تستعد لإجراء استفتاءات بشأن انضمامها إلى روسيا في وقت لاحق من هذا العام وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن السلطات المحلية تجبر السكان على الأرجح على الكشف عن بيانات شخصية من أجل إعداد سجلات التصويت مشيرة إلى أن روسيا تصنف هذه المناطق على أنها خاضعة لإدارة مدنية عسكرية مؤقتة أعلنت شركة تيجاز بروم الروسية وقف إمداداتها من الغاز إلى لادفيا متهم إياها بانتهاك شروط استيراد الغاز تأتي هذه الخطوة بعد يوم من أعلان شركة لادفيا جاز لتقى أنها تشتري الجاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس برابل كما تطلب جاز بروم من المتعاملين معها أعلنت روسيا منع دخول 32 مسؤولا وصحفيا نيوزيلنديا إلى أراضيها ردا على إجراءات مماثلة اتقادتها نيوزيلندا بحق روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا وفي بيان لها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات تضم رئيس بلدية ويلغتون النيوزيلندية أندرو جون ورئيس بلدية أوكلاند وقائد القوات البحرية في نيوزيلندا خفضت وكالة التصنيف الاتميني ستاندر أندي بورز بشكل كبير درجة الدين السيدي لأوكرانيا لافتة إلى أن موافقة عدد من الدول الغربية على تأجيل دفعات الدين يعادل تخلفا شبه مؤكد لهذا الدين وأضحت الوكالة في بيانها أن أوكرانيا طلبت من دائنيها الأجانب تأجيل سداد جميع ديون الخارجية لمدة 24 شهرا ووفقت مجموعة من الدائنين الغربيين ومن بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية وحثت تأحاملي السندات الأوكرانية الآخرين على أن يحذو حذوها